موسيقى نشرة مفصلة من الميادين أهلا بكم وإلى عنوينها موسيقى مادرو يغلق سفارة بلاده وكل القنصليات في أمريكا وكاركاست تهم ترامب بإملاء سيناريو الانقلاب على اليمين فنزولي الفلسطينيون يستعدون لجمعة جريمة الحصار مؤامرة لن تمر في الأسبوع الرابع والأربعين من مسيرات العودة أعبط ترابك أبوسك أعيط عليك أقول لك أن أنا موجودة في إطار سياسته الممنهجة في التهجير وتدنيس المقدسات الاحتلال يمنع أهالي قرية معلول من زيارة مدافن ذويهم مشاريعون بريطانيون يهددون بنشر تقرير عن سوء معاملة محتجزين في السعودية ومنظمات حقوقية تطالبها بالسماح بمقابلة معتقلين تعرضوا للتعذيب فشل التصويت لإنهاء الإغلاق الحكومي الأمريكي واسئا أن تؤكد أعداد البيت الأبيض أعلانا للطوارئ لتجاوز الكونغرس ومع إطلاقه يوم الشباب العالمي البابا فرانسيس يضع إلى بناء الجسور بدلا من الجدران أعلن رئيس الفنزولي نيكولاس مادروه إغلاق سفارة بلاده في أمريكا وخلال كلمته أمام المحكمة العليا نبه من أن واشنطن بدعمها للمعارضة الفنزولية تدفع بالبلاد نحو حالة من الفوضى وأشار إلى أن الرئيس الروسي أبلغه دعم موسكو الثابت لبلاده يمكنني رؤية الكثير من اليأس في تصريحات نائب الرئيس الأمريكي ووزير الخارجية مايك بومبيو يمكنني رؤية الكثير من الكره والحماقة أراهم سيتوجهون إلى دفع اليمين نحو سيناريوهات أسوأ من الحماقة أرى ذلك وأنظر حكومة أمريكا بأنها تدفع اليمين إلى أخذ بنزولة نحو حالة من الجنون والعنف والفوضى أطلب من الشعب في كل حي وفي كل ناحية أن يحول نفسه إلى مدافع فاعل عن السلام الولايات المتحدة أصدرت أمرا يقضي بأن يغادر موظفها غير الأساسيين البعثات الدبلوماسية التابعة لها في فينزولة وفيما سمته تنبيها أمنيا نشر على موقع وزارة الخارجية طلبت إدارة رئيس دونالد ترامب من المواطنين الأمريكيين المقيمين في فينزولة أو المسافرين إليها أن يفكروا جديا في مغادرة هذا البلد اتهم وزير الخارجية الفنزولة خرخي أرياسا الرئيس الأمريكي بالوقوف وراء محاولة الانقلاب بالبلاد مستبعدا اندلاع حرب أهلية وقال لوكالة سبوتنيك الروسية أن إدارة ترامب هي التي أملت السيناريو على اليمين الفنزولي وضف أن الدول التي تعترف بيجوايدو رئيسا للبلاد تتبع تعليمات سيدها في الولايات المتحدة وفق تعبيره وأشار إلى أن الاعتراف بيجوايدو سيستخدم حجة لتسليم الأصول المجمدة في الولايات المتحدة للمعارضة الرئيس روسي فلاديمير بوتين أعرب عن دعمه للسلطات الشرعية في فنزولا ورئيسها المنتخب نيكولاس مادورو وفي اتصال هاتفي بين الرئيسين أكد بوتين وقوفه إلى جانب مادورو بعد تفاقم الأزمة السياسية الداخلية الموجهة من الخارج الرئيس التركي رجب طيب أردغان أكد بدوره أن ما يجري في فنزولا غير مقبول داعيا إلى احترام الرئيس المنتخب وأشار إلى أن خلاف ذلك لا يمت إلى الديمقراطية بصلة وفي المواقف أيضا دانت حركة حماس المحاولة الانقلابية الفاشلة ضد الرئيس الفنزولي المنتخب نيكولاس مادورو ودانت أيضا التدخل الأمريكي السافر في الشؤون الفنزولية الذي بحسب الحركة يأتي ضمن سلسلة مستمرة من السياسات الأمريكية العدائية تجاه الشعوب وخياراتها وهو ما يمثل تهديدا للأمن والسلم الدوليين تراكمت تطورات الأزمة في فنزولا بعدما دفع ترامب العدائية إلى أقصاها اعترافا بزعيم المعارضة وتهديدا بالوجوء إلى كل الخيارات روسيا ردت بسرعة وحزم إلى جانب رئيس الفنزولي والشعب إلى جانب الجيش لا يجعل من كاركاس لقمة سائغة التحذير الروسي من المسي بسيادة فنزولا وتأكيد دعمها للرئيس نيكولاس مادورو سبقهما رسالة حسيمة في جديتها بإرسال طائرات روسية استراتيجية تحمل أسلحة نووية إلى كاركاس هذه خطوات ليست للاستعراض بقدر ما هي مؤشر على اكتشاف رادارات الكريملين تهديدات جدية تضع مصير فنزولا على المحك بكل ما تمثله في الجيوستراتيجيا الروسية دونالد ترامب في خياراته العدائية ضد فنزولا يكشف ما كان يعد له مع حلفائه في أمريكا اللاتينية لسحق عدوه اللدود في كاركاس ولسيما أن رئيس الأمريكي المأزوم داخليا والذي يعاني الاضطراب في سوريا يحاول بصعوبة إنجاز الإجماع في مؤتمر وارسو لتحويل إيران إلى عدو للعالم بأكمله في وسط هذا القوس المتوتر بين قارات العالم يعرف ترامب أن المعويقات أمام مشاريعه الجنونية كثيرة ليس فقط بسبب الحزم الروسي الاستراتيجي ولا بسبب أزمته الداخلية المستفحلة بل إن أمثلة التاريخ من باناما إلى كوبا تلتقي بحقيقة أن فنزولا ليست لقمة سائغة يسهل ابتلاعها لا عسكريا ولا سياسيا الجيش أعلن خياره بالدفاع عن شرعية مادورو والشعب ملأ الشوارع دعما لرئيسه المنتخب انطلاقا مما سبق من المتوقع أن تتجه أزمة فينزولا إلى محطات خطيرة لا تنبئ الظروف الحالية باحتمال حسارها ولسيما أن القوى الفنزولية المرتبطة بواشنطن ستشكل حصانة روضة لإحداث مزيد من القلاقل في الداخل الفنزولي أملا باستجرار ترجمة للتهديدات والضغوط الخارجية كل ذلك يعني أن الدولة الفنزولية ستكون أمام مهمات كبيرة لضمان استقرار البلاد وعدم تمكين خصومها من أخذ الفنزوليين إلى صراع داخلي دموي يحقق لترامب ما هو عاجز عن تحقيقه يستعد الفلسطينيون للمشاركة في جمعة جريمة الحصار مؤامرة لن تمر في الأسبوع الرابع والأربعين من مسيرات العودة القبرى كذلك تحمل مسيرات اليوم رسالة دعم وإسناد إلى الأسرى في سجون الاحتلال وفق المنظمين ووفق وسائل إعلام إسرائيلية فقد عزز الاحتلال إجراءاته على السياج الفاصل هذا وقدر عدد من مسائل الإعلام الإسرائيلية أن تشهد منطقة الشريط الفاصل مع غزة اليوم تظاهرات حاشدة موقع ويدعوت أحرانوت نقل عما وصفه بالمصدر في غزة أن السفير القطري محمد العمادي غادر القطاع وأن الاتصالات تجري لمعالجة ملف الهبة القطرية المصدر حذر من تظاهرات عنيفة اليوم إن لم يتم التوصل إلى إيجاد الصيغة المقبولة وكان عضو المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية قد أعلن رفض الحركة استقبال المنحة القطرية ردا على سلوك الاحتلال الإسرائيلي قلنا بشكل واضح للأخ السفير نحن نرفض استقبال المنحة القطرية الثالثة ردا على سلوك الاحتلال وردا على محاولات الاحتلال بالتملص من التفاهمات التي رعتها مصر ورعتها الأمم المتحدة وقطر ونحمل الاحتلال مسؤولية هذا التلكؤ وهذا التراجع ومحاولة الابتزاز ونحن نقول لن يكون شعبنا ولن تكون غزة ولن نقبل أن تكون التفاهمات جزء من عملية الابتزاز وجزء من العملية الانتخابية الصهيونية الداخلية غزة شهدت مسيرة لدعم الأسرة ورادعت إليها حركة حماس مساء أمس وسط المدينة كذلك نظمت مسيرة في وسط رامالله في الضفة الغربية رفضا للقمع الإسرائيلي بحق الأسرة وخصوصا بعد اقتحام وحدة المتسادة أقصام سجن عوفر ما أدى إلى إصابة أكثر من مئة أسير وينضم إلينا من غزة مرسلون أحمد غانم أحمد كافة تحضيرات لجمعة اليوم أيضا تعزيزات من الجانب الآخر من السياج الفاصل من جانب الاحتلال نعم تجري الاستعدادات اليوم للمشاركة في الجمعة الرابعة والأربعين من مسيرات العودة والتي عنوانتها الهيئة الوطنية العليا للمسيرات بعنوان جريمة الحصار مؤامرة لن تمر على قدم وساق المساجد دعت ليلة أمس بالإضافة إلى الهيئة الوطنية لمسيرات العودة عبر مكبرات الصوت جماهير القطاع للمشاركة بفعالية كبيرة وبأعداد كبيرة على طول مخيمات العودة الخمس على طول حدود القطاع وذلك من أجل التأكيد على رفض الحصار الإسرائيلي ورفض أيضا الابتزاز الإسرائيلي فيما يتعلق بالمنحة القطرية التي أعلنت حركة حماس بالأمس في مؤتمر صحفي على لسان خليل الحية نائب رئيس الحركة في غزة رفض استقبالها وأبلغت بذلك السفير القطري محمد العمادي رفضا لمحاولات إسرائيل ابتزاز حركة حماس والهيئة الوطنية العليا ورفض إسرائيل الالتزام بالتفاهمات التي كان قد تفق عليها الجيش الإسرائيلي بكل تأكيد اتخذ إجراءاته الاعتيادية على طول الحدود وذلك استنفار واضح من قبل الجيش الإسرائيلي كما أعلنت وسائل الإعلام الإسرائيلية الآليات الإسرائيلية تمركزت في أماكنها تم تعليات السواتر الترابية على طول الحدود بالإضافة إلى وضع السياج الشائك على بعد عدة أنطار من الشريط الحدودي وذلك في إطار منع المتظاهرين من الوصول إلى السياج الفاصل اليوم مصادر في الهيئة الوطنية لمسيرات العودة أكدت أن اليوم سيجري الالتزام بالهدوء بالشكل المعتاد وذلك للتقليل من حجم الاعتداءات الإسرائيلية بحق المتظاهرين وحتى لا تستغل إسرائيل الأعداد الكبيرة وأيضا حركة المتظاهرين لمحاولة استنزافهم وإطلاق النار نحوهم وهذه أيضا محاولة جديدة من قبل الهيئة الوطنية العليا لمنع إسرائيل من ارتكاب مجزرة جديدة بحق المتظاهرين لكن اليوم يمكن أن تتخذ الأمور منحنى تصاعد أكبر خاصة أن الهيئة الوطنية تريد إرسال رسالة لإحتلال من خلال الحجم الجماهيري أو الحضور الجماهيري الكبير في مخيمات العودة من أجل التأكيد على أن المنح القطرية المخدمة إلى غزة لا يمكن أن تتحكم بها إسرائيل وأن الشروط التي تغيرها إسرائيل بين أرحين والآخر لا يمكن أن تفرض على فصائل المقامة الفلسطينية وعلى الشعب الفلسطيني خاصة أنها جاءت نتيجة استحقاق كبير قدمه الشعب الفلسطيني بتضحياته وتضحيات دماء إبنائه في مسيرات العودة إذن أحمد غانا مرسلنا من قطاع غزة شكرا جزيلا لك أكد مكتب أعلام الأسراء توصل إلى تفاهمات مع إدارة السجون بما ينهي التوتر القائم في سجن عوفر وجميع السجون ويحفظ الكرامة والحقوق والمكتسبات للأسراء هناك هيئة الأسراء نقلت أن الاتفاق يقضي بإلغاء العقوبات بحق الأسراء وتقديم العلاج للمنصابين في الاقتحامات الأخيرة تحلم سلوى سالم قبط التي تخطت العقد السابع من العمر تحلم بزيارة قبر والدها داخل قرية مهجرة قرب الناصرة فيما تمنعها سلطات الاحتلال من ذلك هنأم حميد هي والنكبة توأمان هجرت جنينا يتيما في الرحم وولدت لاجئة في مدينة الناصرة المجاورة لقريتها معلول حيث دفن والدها الشهيد فارس سالم شوف هالأمنية الصعبة اللي أنا بطلبها من إسرائيل زيارة قبر أبوي اللي أنا ما شفتهش اللي قصفه عمره ويستشهد قبل ما أخلق هالإش الإنساني قدي السعب عليهم تكافح السيدة سلوى منذ صباها لزيارة القبر لكنها تمنع وسائر أهالي القرية المهجرين من دخول المقبرة المسيحية بذريعة الأمن فهنا أقيمت قاعدة عسكرية إسرائيلية أخيرا تقدمت بالتماس للمحكمة العليا ولا سيما أن الشاهد الوحيد الحي من ذلك الزمن أصبح على عتبات قرن من العمر أنا الوحيد اللي بتذكر وين نقبر حياة فارس جوز أختي لأنه دفنوا على قبر أبوه وقبر أبوه جنب القبر المبني لكان لسالم اليوسف مبني حوالي متر طالع عن الأرض وهني دفنوا جنب القبر على يمين القبر جلسة المحكمة ستعقد في الصيف المقبل وحتى ذلك الحين ستبقى السيدة سلوى مدفوعة بالأمل وبحلم ترويه عن والدتها التي زارها زوجها في المنام سائلا عن كل أبنائهما ما عداها هاي الكنيسة اللي خلق فيها أبوي اللي اتعمد فيها أبوي اللي تجوز فيها أبوي اللي تجنز فيها أبوي وطلب الوحيد أن أعبط ترابك أبوسك أعيط عليك هقول لك أن أنا موجود كل أثر فلسطيني كان عرضة للطمس فهذه حجارة بيوت معلول التي هدمت مباشرة بعد تهجيرها قبل سبعين عاما أما ما لم تقوى عليه سلطات الاحتلال فكان روح التجذر لدى الإنسان الفلسطيني نفسه هنأم حميد من قرية معلول المهجرة الميادين ذكرت صحيفة لداسك المغربية الصادرة بلغة الفرنسية أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو يخطط لزيارة المغرب في نيسان أبريل المقبل وذلك قبيل إجراء انتخابات الكنيسة الصحيفة أكدت أن مستشار الأمن القومي الإسرائيلي مائير بن شبات وبمساعدة أمريكية يعد لهذه الزيارة وصف رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد الاحتلال الإسرائيلي بالمجرم مشيرا إلى أن تل أبيب لا تلتزم بالقوانين الدولية وخلال مؤتمر صحفي بمقر الأمم المتحدة في فيينا وردا على سؤال بشأن منع ماليزيا مصوطنين إسرائيليين من المشاركة في البطولة الدولية للسباحة لديها قال محمد أن الإسرائيليين غير مرحبين بهم في ماليزيا إسرائيل تبني المستوطنات في بلد شعب آخر لقد أغاروا على سفننا التي كانت تحمل مواد إغاثة لشعب غزة وداهموا السفن في المياه الدولية واعتقلوا من كان عليها واقتادوهم إلى الموانئ الإسرائيلية لا نريد أن تكون لدينا أي علاقة مع إسرائيل بما في ذلك شعبها إذا أرادوا تنافس في الرياضة فيمكنهم الذهاب إلى بلدان أخرى بالنسبة إلى ماليزيا القادم من إسرائيل قادم من دولة إجرامية قررت وزارة الخارجية في حكومة الاحتلال الإسرائيلي استدعاء سفير إرلندا احتجاجا على تصويت البرلمان الإرلندي على مقاطعة منتجات المستوطنات وهجم مكتب نتانياهو إرلندا قائلا إن إسرائيل تعرب عن غضبها من التشريع ضدها في البرلمان الإرلندي الذي يشير إلى النفاق ومعادات السامية بحسب قوله أعرب قائد وحدات حماية الشعب سيبان حمو عن اعتقاده بأن المحادثات مع الحكومة السورية بشأن منصقبل المنطقة الشمالية الغربية ستبدأ في الأيام المقبلة حمو وأكد أن هناك محاولات لإجراء مفاوضات مع دمشق لافتا إلى أن موقف الحكومة السورية كان إيجابيا انهيار متسارع أصاب تنظيم داعش مع سيطرة كوات سوريا ديمقراطية على بلدة البغوز الفوقاني وقرية موزان في ريف دير الزور انتهاء داعش شرقي الفرات بات قريبا مع ترجحات بعودة المنطقة إلى سيادة الدولة السورية محمد الخضر تضيق الجغرافيا بمسلحي داعش إلى أقل من سبعة كيلومترات مربعة قوات سوريا الديمقراطية مدعومة بالتحالف الأمريكي سيطرت على البغوز الفوقاني آخر البلدات التي كانت تحت سيطرة داعش شرقي الفرات معارك انتقلت إلى قرى ومزارع السفافنة والمراشد ومحيطها هناك انهيار في صفوف داعش تقدم لقوات قصد مدعومة أمريكيا هذا الانهيار طبعا هو انهيار متوقع بعد أن قامت أمريكا بنقل قيادات داعش عن طريق الجو أو عن طريق تهريبهم من خلال الحدود التركية أو خلافه هذا الكلام متوقع طبعا هذا الانهيار هو دور انتهى تقريبا مئات الكيلومترات المربعة سيطرت عليها قصد منذ اطلاق عملية شرقي الفرات في أيلول السبتمبر من العام الماضي مئات المسلحين من داعش في الاحتجاز وثامين عشرات آلاف المدنيين ترجحات بعودة المنطقة إلى سيادة الدولة السورية نزولا عند مطالب العشائر العربية وفي ظل الحوارات بين القوى الكردية والحكومة السورية بالمطلق هو تقدم الجيش العربي السوري نحن نتأمل وهذا نداء دائما نوجهه إلى الأخوة الأكراد الوطنيين أن يعودوا إلى حضن الوطن إلى حضن الدولة السورية أمريكا ستتخلى عنهم الفرنسا ستتخلى عنهم جميع من دعمهم سيتخلون عنهم هو كان مخطط فشل هذا المخطط نتيجة صمود وانتصارات الجيش العربي السوري انتهاء ملف داعش شرقي الفراتي بات قريبا جدا استنادا إلى معطيات الميدان القتالي فصل دموي يطوى شرقي الفرات بانتظار عودة الحياة والاستقرار إلى أغنى المناطق السورية عشائر دير الزور استبقت القضاء على تنظيم داعش عبر ملتقيات شعبية دعت الحكومة السورية لإصلاح الجسور على نهر الفرات تأكيدا على وحدة التراب السوري محمد الخضر دمشق الميادين ويبقى معنا الزميل محمد الخضر مرسلنا من دمشق محمد نبدأ بفي مخص ما أعلنه قائد وحدات حماية الشعب حول أن المفاوضات من بين حكومة السورية والكرد باتت قريبة في مخص المنطقة الشمالية الغربية تفاصيل إضافية من دمشق حول هذا الموضوع إذا توفرت معطيات صباح الخير في الواقع المعطيات هذه المفاوضات أو هذا الحوار بالأحرى والأدق هو طابع أمني يحمل طابع أمني كبير في شهر تموز من الصيف الماضي عقدت جلسة في العاصمة السورية دمشق وتناولت نقاط كثيرة في الواقع واصطدمت على ما يبدو في موضوع الإدارة الذاتية أو قانون الإدارة المحلية في سوريا القانون رقم 107 وهو القانون المعمول به في المحافظات السورية والإدارات المحلية السورية اليوم العودة إلى هذه الحوارات يستند إلى قيام مجلس سوريا الديمقراطية مسد بتقديم ورقة عمل للجانب الروسي والبحث بها وهناك تصريحات تحديدا من ضرار في موسكو بعد زيارته لموسكو شرى فيه إلى أن هذه الورقة العمل المنلفة من عشرة نقاط جرى نقلها إلى الحكومة السورية طبعا هي نقاط أهم بنودها الحفاظ على وحدة الأراضي السورية رفع الإعلام السورية في كل مناطق شرق الفورات اعتبار قوى السورة الديمقراطية جزء من الجيش السوري التعليم في المناطق المحلية باللغات الموجودة في تلك المنطقة في الإشارة إلى اللغة الكردية نقاط في الواقع كثيرة وهي تحتاج إلى بحث طويل هذه المعطيات لابد من الأخذ بها عند الحديث الكردي في عودة هذه الحوارات أيضا لابد من الإشارة دينا إلى تصريح الدكتور فيصل المقداد قبل حوالي أسبوعين إلى تفاؤله بالحوار مع القوى الكردية خصوصا في إطار مواجهة التهديدات التركية بإقامة المنطقة الأمنة والاعتداء على الأراضي السورية هذه المعطيات الواقحية الحاضرة في عودة هذا الحوار هناك دور أساسي لروسيا لا ننسى تصريح أو إجابة الرئيس الروسي قبل يومين خلال المؤتمر الصحفي مع الرئيس أردوغان عن إشارته إلى يجب إقامة هذا الحوار بين القوى الكردية والحكومة السورية أيضا خلال التقرير محمد تحدثنا عن كرب انتهاء داعا الشرق الفوراك معطيات الميدانية المتوفرة حتى الساعة من تلك المنطقة في الواقع حتى الصباح هذا اليوم هناك استمرار في هذه العملية بقي داعش محاصرا في بقعة جغرافية صغيرة قرب النهر وفي مناطق تسمى مناطق المزارع الوجود المسلح لداعش في تلك المنطقة يتركز على المقاتلين على ما يبدو الأجانب يعني أوروبيين وحتى أسيويين وهذه معلومات تتحدث فيها مصادر قصد هناك تسليم مئات المسلحين من أبناء الجنسيات الشمال الأفريقية والجنسيات العراقية والسورية تسليم أنفسهم لقصد خلال الساعات الماضية والأيام الماضية بالأحرى وهناك تامين لألاف الأسر في تلك المنطقة بالفعل الأمور تتجه أو الإشارات الأساسية تشير إلى أن الأمور في خواتيمها على اعتبار أن المساحة تضيق كثيرا على وجود داعش في شرق الفرات بشكل كامل نعم إذن محمد الخضر مرسلنا من دمشق شكرا جزيلا لك ذكر موقع نورديك مونيتور التابع لمركز استوك هولم للحريات أن القضاء التركي أكد صحة تسجيل صوتي مسرب تحدث فيه مسؤولون أتراك رفعون عن إمكانية تدخل عسكري في سوريا بذريعة مفبركة التسجيل الصوتي والذي أصرت السلطات التركية على تكذيبه على مدى سنوات يوثق حديث كل من وزير الخارجية أن ذاك أحمد داود أغلو ووكيل وزارته ونائب رئيس جهاز الاستخبارات ونائب رئيس هيئة الأركان وهم يتحدثون في مقر الخارجية في الثالث عشر من أذار مارس عام 2013 عن شن عمليات عسكرية في سوريا أكد البنتاجون أن عديد القوات الأمريكية في سوريا سيتباينه خلال فترة انسحابها من البلاد من دون جدول زمني لإتمام العملية ناطق أعلامي باسم البنتاجون أوضح أن عدم تحديد عدد للقوات يعود إلى دواع أمنية لافتا إلى أن الانسحاب سيجري وفقا للجهود الميدانية وبناء على المحادثات مع حلفاء الولايات المتحدة وشركائها يزور وفد من نقابة المحامين السوريين الأردن في جولة تصغرق ثلاثة أيام وقد وصل الوفد السوري إلى الأردن عبر معبر جابر نصيب الحدودي بين البلدين يتي ذلك ردا على زيارة أردنية لدمشق قبل فترة نقيب المحامين الأردنيين مازن رشيدات أشار إلى أن زيارة الوفد السوري ستتضمن اجتماعات مع مجلس النقابة ولقاءات مع عدد من المسؤولين أتمنى أن يكون هناك عودة حقيقية للعلاقات ما بين سوريا والمملكة الأردنية الهاشمية على مستوى القمم وهذا أعتقد لا يمنع لكن نحن كنقابات لم ننقطع اليوم تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك في لقاءه مع مجلس النقابة بأن تعود العلاقات بين الأردن وسوريا وأن نكون نحن النقابيون من يمهد لهذه العلاقات كما التقينا أيضا بالرئيس بشار الأسد قبل حوالي أسبوعين وأعطى نفس التوجيهات بأن تعود العلاقات السياسية والاقتصادية التجارية بين البلدين هذه النشرة مستمرة فيها بعد الفاصل فيضانات إندونيسيا تحصد المزيد من الضحايا أهلا بكم من جديد ذكرت وسائل علامة بريطانية أن مشارعين بريطانيين هددوا بنشر تقرير خاص بهم يتضمنوا تفاصيل عن سوء معاملة معتقلين في السعودية ما لم تسمح لهم الرياض بالاتصالات بناشطات معتقلات منظمتها العفو الدولية وهيومن رايتس واتش طالبتها السعودية بسماح لمراقبين مستقلين بمقابلة محتجزين تعرضوا للتعذيب وقالت منظمة العفو أنها وثقت عشر حالات تعذيب بحق النشطاء بدورها أكدت هيومن رايتس واتش أنه ينبغي السماح بوصول مراقبين إلى الأمراء الذين لا يزالون محتجزين في إطار ما عرف بالحملة على الفسد قالت محقيقة في الأمم المتحدة أنها ستذهب إلى تركيا الأسبوع المقبل لترأس تحقيق دولي مستقل في قتل صحفي صعودي جمال خاشقجي المحقيقة أكدت أنها ستقيم خطوات الحكومات ودرجة مسؤولية الدول والأفراد عن هذه الجريمة كما أضافت أنها ستنقل نتائج تحقيقها إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في شهر حزيران يونيو المقبل الأمم المتحدة أكدت عزمها على تطبيق اتفاق وقف النار في الحديدة والوصول إلى مطاحن البحر الأحمر المبعوث الدولي إلى اليمن مارتين غريفت ورئيس لجنة أعادة الانتشار في مدينة الحديدة غربية اليمن باتريك كاميرت موجودان حاليا في الرياض حيث يبحثان مع الرئيس هادي ومسؤولين سعوديين وإماراتيين مقترحات السحب الكواتي من الحديدة وإعادة انتشارهم بناء على طرح رئيس لجنة أعادة الانتشار كما جرى الاتفاق في ستقهم وكذلك مسألة الوصول إلى مطاحن البحر الأحمر ولبحث مواعد الاجتماع المقبل للجنة أعادة الانتشار أطلقت الشرطة السودانية الغازة المسايل لدموع لتفريق مئات المشاركين في مسيرة حاولت الوصول إلى القصر الجمهوري في الخرطوم وأفاد مسؤول حكومي بأن محتجين قتل أثناء تظاهرة في أمدرمان المدينة المجاورة للعاصمة السودانية وأضف أنه بلغ إجمالي عدد القتلى في السودان منذ بدء الاحتجاجات 29 تصعدت المطالب في تونس بضرورة الكشف عن القائمة النهائية والرسمية شهداء الثورة وجرحاها يقول المتابعون أن الحكومة تتحفظ على إصدار هذه القائمة خشية من ردود أفعال غاضبة وإعادة الجدل بشأن من يمكن اعتبارهم شهداء حقيقيين تقرير مراد درنسي وأنا نرفض أن يسقط المزيد ثماني سنوات مرت على الانتفاضة التي أسقطت نظام بن علي وعلى ما خلفته من ضحايا بين قتلى وجرحه وحتى اليوم لا يزال التونسيون ينتظرون صدور قائمة نهائية تحصي الشهداء والجرحى الحقيقيين وتقطع الشك باليقين بشأن ما قيل عن أن عددا من المحسوبين على ضحايا الثورة هم في الحقيقة مخربون ومنفذوا عمليات سطو إذا كان أنت كالفوك باش تمحص الشيء دايا وانت إنسان عادل وكادير منه وقلت رأوها دايا يستحق واذا ما يستحق نحن موافقين نحن حتى مشكلة نحن حتى مشكلة وراضين أما السامبوليك نحن نحب القائمة تخرج نشوفها تحتفظ الحكومة التونسية بالقائمة النهائية والرسمية التي عملت على إنجازها وترفض الإفصاح عنها خشية إثارة الاحتجاجات والطعود نحن ندعو الحكومة إلى إصدار هذه القائمة وندعو كل منظمة الاجتماعية والمنظمة المدنية والجمعيات والشخصيات الوطنية أن تقف مساندة وأن تدعو الحكومة إلى إصدار هذه القائمة وأن تدعو المعنيين إن وقع خطأ التوجر إلى القضاء أما الحكومة التونسية فتبرر تأخر أصدار القائمة النهائية بضرورة إجراء عمليات التثبت اللازمة وخصوصا أن المسألة حساسة ورمزية وتتعلق بإسناد صيفة شهداء الوطني وتخليدهم فيما شهدت أحداث الثورة تداخلا بين من خرج مطالبا بالحرية ومن خرج للسطو تجمع الأطراف ذات أصلة بملف شهداء وجرحى الثورة على أن الحكومة تتخوف من ردود فعل عنيفة عند أصدار القائمة النهائية لضحايا الانتفاضة التي أطاحت نظام بن علي فهذه القائمة النهائية ستكون بمثابة الوثيقة الرسمية التي ستساعد على كتابة التاريخ تونس وكشف الحقائق مراد الدلنس تونس الميدين ذكرت شبكة سي أن أن الأمريكية أن البيت الأبيض يجهز أعلانا للطوارئ قد يصدره الرئيس دونالد ترامب كوسيلة لتجاوز الكونغرس إذا لم يوافق المشارعون على تمويل جدار على الحدود مع المكسيك وقال مسؤول أمريكي للشبكة أنه جرى تحديث مسودة الأعلان في الأسبوع الماضي فيما ذكرت سي أن 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 مستشاري ترامب لا يزالون منقسمين بشأن القضية يأتي ذلك بعدما فشل مجلس الشيوخ الأمريكي في تمرير مشروعي قانون لإنهاء الإغلاق الجزئي للحكومة الفدرالية محمد كريم أجواء التفاؤل النسبي بتوافق الحزبين على إنهاء الإغلاق الحكومي سرعان ما تبددت بعد فشل مشروعي قانون لإنهاء الأزمة في الحصول على الأصوات اللازمة داخل مجلس الشيوخ لتمرير أحدهما مشروع القرار الأول المدعوم جمهوريا تبنى مطلب ترامب في تمويل الجدار الحدودي مع المكسيك فيما دعم الديمقراطيون مشروع آخر يكفل تمويل الحكومة حتى الثامن من شباط فبراير المقبل من دون تمويل الجدار سيتعرف الأمريكيون بوضوح على هوية أعضاء مجلس الشيوخ الساعين إلى الالتزام بالقانون وإنهاء هذه المهزلة وفي المقابل إلى هوية أولئك السعداء باستمرار تحقيقهم إنجازات سياسية الغلاق الحكومي دخل شهره الثاني فيما ارتداداته اخترقت جدران المشهد الأمريكية الذي سجل سابقة دستورية وسياسية بفرض رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي على ترامب التراجع وتأجيل ألقائه خطاب حالة الاتحاد في الكونغرس إلى موعد آخر المسؤولية تقع على عاطق رئيس الولايات المتحدة لتحقيق الوقت المناسب له للقائنا كما أنني لم أقم بتثبيت عزيمة أي فرد عن لقاء الرئيس وفيما أدى غياب المفاوضات المباشرة والاستعالة بتويتر وبالتصريحات الإعلامية إلى إبقاء الوضع على ما هو عليه فإن استطلاعات الرأي أشارت إلى أن أكثر من نصف الأمريكيين يحملون ترامب مسؤولية الإغلاق فيما رأى 30% أن الديمقراطيين هم وراء الأزمة الراهنة يبدو أن أزمة الإغلاق الحكومية منحت ترامب درسا في الدستور وتوازن السلطات في النظام السياسي الأمريكي عندما عجز حتى الآن عن تحقيق ما يرغب به سواء لجهة بناء الجدار أو لجهة ألقاء خطاب حالة الاتحاد داخل الكونغرس محمد كريم واشنطن الميادين تسعد الولايات المتحدة لإعادة أول مجموعة من المهاجرين إلى بلدة تخوانا المكسيكية يأتي ذلك تنفيذا لقرار أعلنته إدارة ترامب الشهر الماضي بأنها ستعيد المهاجرين الذين يجتازون الحدود الجنوبية بانتظار النظري في طلبات اللجوء الخاصة بهم هذا الوضع يضع المكسيك أمام تحدي توفير أماكن إقامة لألاف المهاجرين لأشهر أو ربما سنوات فهناك اليوم نحو 800 ألف قضية معلقة في محاكم الهجرة خلال افتتاحه يوم الشباب العالمي حث البابا فرانسيس الأجيال الجديدة على بناء جسور التفاهم بدلا من الجدران وقال إن بنات الجدران التي تزرع الخوف يسعون إلى تقسيم الناس وتوجه إلى الحشود سائلا ماذا تريدون أن تصبحوا فأجابوه بنات جسور وقد تجمع مئات الآلاف من الشباب المشاركة في إطلاق يوم الشباب العالمي من فانما وكان البابا قد لقي استقبالا صاخبا بالموسيقى والرقص وحمل المشاركون أعلام بلادهم بما قدم راقصون استعراضا بالملابس التقليدية لبانما المنظمون قالوا إن نحو 250 ألف شاب وشاب شاركوا في الفعاليات يصوت البرلمان اليوناني اليوم على الاسم الجديد لمقدونيا بعد تأجيل هذا الاستحقاق التاريخي والذي ينهي نزاعا دبلوماسيا عمره أكثر من 30 عاما وكان المئات وقد تظاهر أمس رفضا لتغيير الاسم وقدين عزمهم على المضي حتى النهاية واستخدمت الشرطة الغازة المسايد لدموع لتفريقهم والآن إلى أخبار الاقتصاد مع زميلة أليسار كرم أليسار صباح الخير صباح النور دينا شكرا لك أهلاً مكم كشف ديبلوماسيون أوروبيون لبكالة ريترز أن الاثنين المقبل سيكون الموعد الرسمي لبدء الآلية المالية الخاصة لأوروبا مع إيران رغم وجود بعض القضايا العالقة التي يتعين تسويتها ومن المقرر أن تصدف فرنسا الآلية المالية على أن يكون رئيسها ألمانيا وأن تكون لبريطانيا أسهم فيها حيث أعلنت الخارجية الأوروبية أن تقدما كبيرا قد أحرز وأن إعلانها سيكون قريبا جدا قال المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي إن الصين تؤدي دورا محوريا في توفير الأمن الغذائي العالمي داعيا إلى إعطائها دورا أكبر في برنامج الغذاء العالمي بسبب نجاحها في القضاء على الجوع في الصين وقال أثناء قمة دافوس إنه على الدول أن تشارك تجربة الصين في مجال الأمن الغذائي وهي مدعوة لتأديات دور عالمي أكبر لتعزيز الاستقرار والسلام داعيا للغرب إلى العمل مع الصين وليس ضدها لأن العالم سيستفيد من ذلك في مواجهة الفقر هناك الكثير من قصص نجاح حول العالم لكن ليس هناك قصة نجاح أكبر من الصين لقد خفضت الصين عدد الأشخاص الذين يعانون من الجوع بواقع سبعمائة مليون إنسان خلال أربعين عاما وهي تجربة يجب تكرارها في أجزاء أخرى من العالم وعلى الصين أن تقدم خبرتها في التصدي للجوع لجميع البلدان كشف المدير السابق لبانكي باركليز ريتشارد بوث الذي يحاكم في لندن بتهمة الاحتيال أن قطر ابتزت المصرف للحصول على فائدة استثنائية في الأزمة المالية العالمية لكنها قدمت تمويلا هائلا أنقذه من الإفلاس بوث كشف أن قطر قدمت أكثر من مليار جنيه نسترليني لكنها فرضت على هذا المصرف في الوقت الذي يكابد فيه لدعم ميزانيته فائدة بواقع ثلاثة وربع في المئة وهي أعلى بكثير من واحد ونصف في المئة يمنحها المصرف في العادة مجنب باركليز حزمة إنقاذ من الحكومة ارتفعت أعداد السياح الإسرائيليين في تركيا في السنوات الثلاثة الأخيرة وفق ما كشف موقع وذي ماركر الإسرائيلي ولفت الموقع العبري إلى أن 70% من الإسرائيليين الذين زاروا تركيا هم من فلسطيني عام 48 وبحسب المعطيات الرسمية دخل تركيا خلال عام 2018 أكثر من 440 ألف إسرائيلي في ظل تراجع قيمة العملة الذي يعد أمرا جاذبا للسياح إضافة إلى تفضيل الإسرائيليين لتركيا على جزيرة سيناء والأردن زار ملك إسبانيا فيليب السادس وزوجته الجناح الإيراني في معرض سياحة الدولي التاسع والثلاثين في مدريد المعرض حمل عنوان فيتور وتشارك فيه أكثر من 100 جهة رسمية وخاصة وأجرى ملك إسبانيا محادثات قصيرة مع نائب الرئيس الإيراني ورئيس معظمة التراث الثقافي والسياحي علي أصغر مونسان الذي قدم قطعة فنية من السجاد الإيراني تحمل صورة الملك والملكة كهدية من إيران قالت رايستاد أنجي للاستشارات إن الولايات المتحدة تتجه صوب إنتاج كميات من الخام تفوق ما تنتجه روسيا والسعودية مجتمعتين وذلك بحلول عام 2025 تقرير رايستاد أشار إلى أن هبوط أسعار النفط قد يقوض هذه التوقعات لكن بقاء الأسعار فوق خمسين دولارا للبرميل سيكون له اتجاه إيجابي للإنتاج الأمريكي بيضا الخبر نختم الموجز الاقتصادي ونعود من جديد إليك يا دينا شكرا لك يا أليس سار منذ الساعات الأولى لإطلاق الميادين هاشتاغ نصر الله يكسر الصمت شارك الألاف من روادي مواقع التواصل الاجتماعي ولسيام تويتر في توجيه أسئلة إلى الأمين العام لحزب الله السيد حزن نصر الله التفاصيل مع هبط الله بيتار مشاهد الميادين على موعد في السادس والعشرين من الشهر الحالي مع حوار العام وهو الحوار الذي سيخرج فيه الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله عن صمته لنقل صوت الشارع كما هو اختارت الميادين إفساح المجال أمام متابعها للمشاركة في هذا الحوار عبر إرسال أسئلة يرغبون في طرحها على السيد نصر الله وأطلقت عبر منصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاغ نصر الله يكسر الصمت في غضون ساعات قليلة انهالت آلاف الأسئلة والمشاركات وتجاوز عدد الحسابات التي عرضت هذا الهاشتاغ على موقع تويتر الخمسة ملايين والثلاثمائة ألف حساب اللافت أن أعلى نسبة تفاعل مع الهاشتاغ جاءت على نحو متساوى من لبنان والولايات المتحدة الأمريكية ووصلت النسبة إلى ثلاثة وثلاثين في المائة فيما توزعت باقي نسب التفاعل على العراق والأردن واليمن وسوريا وبريطانيا وفلسطين والبحرين وبلدان أخرى تشابهت بعض الأسئلة من حيث مضمونها مثل السؤال عن الخروق الإسرائيلية للأجواء اللبنانية واحتمالية الرد عليها والسؤال عن احتمال وقوع حرب مقبلة مع إسرائيل بعض المتابعين ركزوا على الشأن الداخلي اللبناني ووجهوا أسئلة تتعلق بتأليف الحكومة ومحاربة الفساد فيما ركز آخرون على الوضع العربي سواء فيما يتعلق بمستقبل المنطقة أو بالتطبيع مع إسرائيل لابد من الإشارة إلا أن مئات المشاركات لم تحوي أي أسئلة بل حملت رسائل شخصية للسيد نصر الله تتضمن الكثير من المحبة والتقدير الآن إلى أخبار الرياضة مع الزميلة أمان مهنة أمان صباح الخير صباح الخير دي شكرا أهلا بكم في بطولة آسيا لكرة القدم تأهلت اليابان إلى النصف النهائي بعد فوزها الصعب على فييتنام بهدف وحيد على استاد المكتوم في مدينة دبي أساميراي احتاج إلى ركلة جزائر مطلعة الشوط الثاني ترجمها بنجاح ريتسو الدوان لتنتهي معها المغامرة الفيتنامية في العرس الآسيوي وشهدت المباراة استخدام تقنية فيديو الحكم المساعد فار للمرة الأولى في البطولة أولا عندما ألغى الحكم الإماراتي محمد عبد الله حسن محمد هدفا يابنيا بعدما تبين أن اللعب الياباني سجل الكرة بيده واستخدمت التقنية للمرة الثانية عند احتساب ركلة جزاء للمرة الثانية لليابان ففستاد محمد بن زايد في ندي الجزيرة وتأهلت إلى نصف نهائي كأس آسيا للمرة الأولى منذ العام 2004 سردار أزمون فرض نفسه نجما للمباراة حيث مرر كرة حاسمة إلى مهدي طارمي ليفتتح التسجيل وأضاف أزمون الهدف الثاني بمجهود فردي واختتم كريم أنصاري ثلاثية تيم ميلي وحفظ الحرف الإيراني علي ريدا بيرفاند على نظافة شباكه للمباراة الخامسة على التوالي في البطولة إيران ضربت موعدا ناريا مع اليابان في الدوري نصف النهائي تتبارز الإمارات المضيفة مع أستراليا حاملة اللقب على مقعد في نصف نهائي كأس آسيا في مدينة العين من دون أن يقدم أحد المنتخبين حتى الآن مستويات مرضية لطموحات جماهيرهما في العادة يعتبر عامل الأرض سيفا ذا حدين فإما أن يحفز صاحب الضيافة على تقديم الأفضل والمضي قدما في البطولة وإما أن يشكل ضغطا على اللاعبين الأمر الذي يفضي إلى مضاعفة المسؤولية الملقاة على عاتق الإماراتيين أما الجانب الأسترالي فسيحاول لاعبه جاهدين الاستمرار في البطولة في طريق الدفاع عن اللقب تحاول قطر ضرب عصفورين بحجر واحد في كأس آسيا عندما تواجه كوريا الجنوبية في الدور الربع النهائي في تد مدينة زايد الرياضية العنبي ينشد تخطي ربع النهائي للمرة الأولى في تاريخه وبناء نواة فريق يمثله بقوة في موديل 2022 على أرضه لكن مواجهة الشمشون الكوري لن تكون سهلة وستمثل وأول اختبار حقيقي لقطر في الإمارات الاتحاد البحريني لكرة القدم يحل الجهازين الفني والإداري للمنتخب الوطني بعد الخروج من كأس آسيا من دور الستة عشر رئيس الاتحاد البحريني لكرة القدم الشيخ علي بن خليفة الخليفة أعلن إقالة المدرب تشيكي ميروسلاف كوب والجهازين الفني والإداري وأشار إلى أن إعادة تعيين الأجهزة الإدارية والفنية للمنتخب الوطني الأول ستكون في القريب العاجل قمة الدور المصري المؤجلة من المرحلة التاسعة على ملعب بيترو سبورت شهدت عدل زمالك مع بيراميدز بثلاثة أهداف لكل منهما التونسي فرجاني ساسي فيضى نفسه نجما للمباراة بإحراز هدفين للقلعة البيضاء وعضف زميله محمود علاء هدفا للزمالك فيما افتتح النجم السوري عمر خريبين رصيد أهدافه مع بيراميدز وأضف البرازيلي كينو والبوركني أريك تراوري هدفين بدوره واصل الأهل حامل لقب صحواته بعد فوزه الكبير على مضيفه مصر المقاصة بثلاثيات من دون مقابل في مباراة معجلة من المرحلة الحديثة عشرة من الدور المصري على ستاد بورج العرب في الإسكندرية قدم نجوم الأهل مباراة ممتعة وافتتح الفريق الأحمر تسجيل عبر نجمه الجديد حسين الشحات وسجل النيجري جونيور أجاي الهدف الثاني ليستعيد حاسة التهديف بعد غياب دام أكثر من ستة أشهر بسبب الإصابة مع هذا الخبر نختم الموجهز الرياضي الصباحي وعود عليك جينا شكرا لك يا أماني اتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات وانزلاقات التربة في أندونيسيا لتبلغ 59 قتيلا فيما يبقى 25 شخصا في عداد المفقودين وأجلي الألف بعد أمطار غزيرة ورياح شديدة ضربت جنوب البلاد وتسببت بفيضان مجار المياه في إحدى الجزر وغمرت المياه وعشرات الكرة في 12 منطقة وجزءا من عاصمة الجزيرة والختام بصورة جديدة ومذهلة لشلالات نيجرة درجات الحرارة المتدنية حولت المشهد إلى لوحة وتجمدت أجزاء كبيرة من الشلالات فيما ظهرت كتل من الثلج في المجرى المتضفق والآن إلى العالم مدرو يغلق سفارة بلاده وكل القنصليات في أمريكا وكركاست تهم ترامب بإملاء سيناريو الانقلاب على اليمين الفنزولي الفلسطينيون يستعدون لجمعة جريمة الحصار مؤامرة لن تمر في الأسبوع الرابع والأربعين من مسيرات العودة في إطار سياسته الممنهجة في التهجير وتدنيس المقدسات الاحتلال يمنع أهالي قرية معلول من زيارة مدافن ذويهم مشاريعون بريطانيون يهددون بنشر تقرير عن سوء معاملة محتجزين في السعودية ومنظمات حقوقية تطالبها بالسماح بمقابلة معتقلين تعرض للتعذيب فشل التصويت لإنهاء الإغلاق الحكومي الأمريكي وسيان أن تؤكدوا أعداد البيت الأبيض أعلانا للطوارئ لتجاوز الكونغرس ومع إطلاقه يوم الشباب العالمية بابا فرانسيس يدعو إلى بناء الجسور بدلاً من جدران المزيد زوروا صفحة الميادين على الانترنت الميادين دوت نت والميادين بالإسبانية المتابعين باللغة الإسبانية إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر